بسم الله الرحمن الرحيم ننتقل الآن نحكي عن شابتر ايت نحن بشابتر سفن حكينا عن الاي بي برجن فور وشفنا الهيدر فورمات وكيف بيشتغل شو فيه اوبشنز وهكذا الآن النكس طوبك اللي ما نحكي عنه اللي هو الادرس رزيليوشن بروتوكول ارب وجوز كفكرة تخطوها بالنيتوركين عارفين كيف بيشتغل الارب وشو الفكرة العامة تبعته هنا نحكي عن نحكي عن تنسوش انه شابتر وان وثو اي تنك لما حكينا حكينا عن بروتوكول قلنا بنعرف وط وهاو وين فاحنا لما ندرس بروتوكول عم نركز هاي الشغلات يعني نرجع يعني فكرة الآرب بلوز معروفة بس الآن نشوف وط وين هاو كيف بتتعبى الفيلد شو بيساوي الديسينيشن إذا جاتوا هيك كيف بكون شكل الرد كيف بروح الريكوست شو فيه ركوست وريبلاي وين بتتعبى الداتا هاي الهاو يعفوا الوط وهاو والوين صح طيب أدرس مابنج أول سؤال بدي أسأله هيك خليها نوع كمان من الدسكشن ليش بدي أدرس مابنج ليش طب ما نعرف الـ IP أدرس تبع السورس يعني عارف الـ IP أدرس تبع السورس يعني أصلا يعني أصلا الـ كله زي ما يقولوا شو موقع من الإعراب يعني واش بدي أياه مفضل زمي لكم بجاوب لأنه الـ IP لوجيكال مش فيزيكال ولأنه مؤقت مش ثابت طيب خلينا ناقش أني الجواب ضرب نفرض أنا ثبت الـ IP أدرس صحيح هو سؤال ليش ما بكفيه يعني بمعنى آخر طيب شو الـ سكوب تبع الـ IP أدرس يعني الـ IP أدرس بحدد الجهاز على أي مستوى مستوى الـ Global الآن الـ Physical address بحدد على أي مستوى على الـ Local هنلاحظوا كيف الكي وورد هاي عشان سبيس إنه أنا عارف إنه عارفين الأجوية بس مش عارفين نحط الـ Context الصح الـ IP أدرس يا جماعة يعني عسبيه المثال لو أجدت أقول الآن أنا مثلا بدي أطلع من اربط للعقبة هنا حددت صورس اربط سناشي العقبة بس ما فيش طيارة ولا ما فيش سيارة ولا فيش شي دايرك لي طياري من اربط للعقبة الفيزيكال باث شو بدو مر جوز بدو اخذ سيرفيس بدو اخذ تاكسي وبدو اطلع بقطار وجوز اطلع بطيارة من مكان لمكان على فرض يعني اقول هم الفيزيكال باث مجموعهم لو اربطهم وبعض هيك بحددولي الباث اللي لازم انا امشي عشان احدد الفيزيكال باث بدي فيزيكال بس انا لما احدد مجرد انا بدي اروح مثلا من اكس لواي على مستوى الاتي ادرس اتصنط انف علشان الباكت تروح دارك لي يعني عسبل المثال انت لما تقول بك تطلع من بيتك للجامعة ما فيش بوينت تو بوينت لينك من بيتك شارع فقط اليك تمشي بيه لوحدك عشان تصل للجامعة بك تمشي فيزيكال لينكس شوارع بتنزل ومجمع وممكن تطلع بتاكسي وسرفيس ومش عارف شو وممكن فيه جزء يكون ماشي وجزء مش عارف بباس صح فعشان هيك هذول الكنيكسن هم هذول الخمسة منه السيجمنت هم اللي بيحددوا الاخر شي الفاينال باف عشان هيك في عندنا لوجيكال الادرس بسموه اللي هو مستوى الاي بي لير بحدد الهوست او الانترفيس عشان نكون دقيقين على مستوى الجلوب في عندي فيزيكال الادرس فيزيكال الادرس I need to guarantee اليونيكنس على مستوى اللوكال نتور طيب ونرجع نرجع نسأل السؤال طيب ليش اصلا طب يعني يعني بجوز بجوز انا اشرح الفكرة يعني عشان تكون اوضح ليش بدي بروتوكول طيب اسمه عارف عشان يحول الارب شو وظيفته التحويل بين فيزيكال الادرس او او عشان تكون دقيقين لوجيكال الادرس لفيزيكال الادرس طب ليش بدي التحويل هذا من اساسه خلاص ما يكون الاي بي معروف والماك معروف خلصنا ما معروف ايش انت بتعبي زي ما عبيت الاي بي عبي الماك لا شو دخل الدومين النام او عادي حط زي سيرفس للماك بجوز عشان اقول لكم الفكرة يا جماعة الاي بي تي سي بي اي بي هل هل شرط يكون عندي داتا لينك لير اثر نت ما كنت تكون فيبر ما كنت تكون اثر نت ما كنت تكون واي فاي ما كنت تكون point to point وكل واحد من هذول ممكن تستخدم ادرس شكل عشان انا بجوز حبيت السؤال اذكره بس بطريقة يعني كيف دسم يعني هيك يعني انا قلت كيف احول من IP ادرس لماك ادرس حول اثر نت ادرس من قلت لك انه داتا لينك لير عندي اثر نت تعطي حتى السؤال كان قصدي بي اثير الفكرة هاي احنا موصف دا تايم اثر نت في عندي ماك ادرس بس انت ممكن تكون عندك داتا لينك لير والآي بي بهمهوش يعني على سبيل المثال انت بك تطلع من البيت للجامعة بهم كيش والله السيارة اللي بتطلع بيها بالسرفيس او الباص يكون لونه اصفر والكراسي يكون مش عارف حجم هين كيه ولازم القزاز سبع الباص يكون عليه مكتوب ما بهمكيش الديتيلز هاي صح انت بهمك الفنكشنالتي يو ترانسفير مي من بوينت اي تو بوينت بي فنفس الشيء الIP انا وظيفتي احكي من هوست الهوست اميز هوست السورس عن هوست ديستينات بهمنيش انت داركتلي لينك تبعتك ساتيلايت ولا فايبر ولا واي فاي ولا فعشان هيك نحتاج لبرتوكول يعني هاذا جواب السور ليش بدنا ارد نحتاج لبرتوكول عشان نعمل مابين شوفوا التكنيكال تيرمز اللي مستخدمة عشان نوصف البرتوكول ها بتوين اللوجيكال ادرس والفيزيكال ادرس احنا تجاوزا منقول بين الIP ادرس و الاثرمت ادرس تجاوزا لانه الموست فريقونتلي يوزد انترنت بروتوكول اللي هو الIP طيب ما في عندك النتورك بروتوكول ادرس صح؟ بس احنا بجوزنا نسمع شوي والموست فريقونتلي يوزد داتا لينك لير اثرنت صح؟ عشان نقول ماك ادرس تبان واربعين بيت عندك في عندك ايش؟ ديفرنتيل فعشان هيك كارب هو بروتوكول وبشتغيل مش شرط يعني يكون بس داتا لينك لير بتكون اثرنت بس موصف دا تايم احنا نحكي عن IP version 4 لا اثرنت او ماك ادرس طب و IP version 6؟ ما في ارب اتس بلت ان بال ICMP في شي مسمو نيبر ديسكوري بقوم بنفس المهم يعني انا ما باستغنيتش عن المهمة احول بس بطل فيه بروتوكول اسمه ارب عشان هيك الارب يعني كل شغله بتوين يعني خلنا نقول IP version 4 يعني هاي الاكثر استخدام الشيوع بس ما بدنا نلغي ممكن استخدامه بانبايرومان ثاني طيب اتفضل الماك ادرس بالواي فاي اه بالبلوتوف بعرفش اذا 48 بيت بس في بعض الاتا لينك لاير بفرك مثلا فيه في الفريم اللي ليه شو بستخدامه فيه ادرس ثاني عشان هيك مش متأكد من قسط البلوتوث الواي فاي ماشي بس البلوتوث مش متأكد فيه ادرس الوه فعشان هيك الاتا لينك لاير بتحدد شو يعني زي كانوا الارب بسأل وانت بتجاوب فانت بتجاوب الجواب اللي بناسبك حسب انت عشان هيك السلامة اشوف الهيدرس اشوف انه ماخذ بعيد الاعتبار هذا حاط الاسبايس يكفي لكل شي الان الادرس مابنج من ضمن النقاش اللي كنا نقش بيه هاسي قبل يقول لكم ممكن الادمستريتر يعب بها الماك ادرس هو رايح راس لانه واش بدي بروتوكول جوابت معظمكو انه 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 هذا اوفرهيد على الادمستريتر صح؟ وهذا السبب الرئيسي اللي بيخلي الستاتيك مابنج مش براكتيكل طيب افرض في عندي الادمستريتر فاضي وحاب يشتغل بقدر يعمل استاتيك بقدر بس شو المشاكل والله اذا في عندك نتورك كارد ضربط شو ذك تساوي؟ ترجع تركب نتورك كارد جديدة وترجع كل الجهاز مخزن الماك ادرس هذا عليه تغيره فهسا بلش تبين الجهد والتعب اللي بده يساويه صح؟ فعشان هيك الاستاتيك مابنج يعني اذا بتركي عندك بالبيت خمس ستة اجهزة وكذا ممكن بس انت بتركي عن مستوى الجامعة زي هيك اجهزة طبعا ناهيك عن الموبايل صح؟ الموبايل اللي قريدي بيغير بيغير اي بي كمان مش بس بغير الماك ممكن يغيري الاي بي والماك الموبايل بيغير الاي بي فانت عندك مثل اي بي اي ماب لفيزيكال ادرس اكس طيب الاي بي ايها بطل فالد راح الراحة زي زي تلفون فور جي راح الديفاس راحة شبكة مكان ثاني وجواحة ثانية يخب نفس الاي بي ماب لنفس الماك ضيعت الدنيا ولا بتصلك باقي عشان هيك موضوع الاستاتيك اصنط براكتك اصنط سكيل بال احنا يعني بالكتاب حنا استخدام مصطلحين لاجن نقلنا البروتوكو والارب ممكن يشتغل بس الابليكيش انتبع اجزاك اللي صار له يعني استخدام هو بالاي برجم فور مع الماب والاثرن فعشان هيك المنتنس تبعه بده اوبرهيد لما يكون نرجع للستاتيك الديناميك مابين في بروتوكول بيعمل هذا الحقيقي اللي هو موضوعنا بالشابتر هاو اللي هو الادرس ريزيليوشن وبروتوكول وين موجود هذا الارب بروتوكول وين موقعه من حيث الليرز بين النتورك لاير بالداتا لنك يعني الارب لما يودي باكيت الارب لما يودي باكيت كيف بطلحها فيها سورس اي في دستيليشن اي في مش عارف شو لا لا بيهاش شباها خلينا بس يقولكم كيف الواحد ممكن يعني الارب جزء من النتورك لير صح الارب جزء من النتورك لير معناته لازم يطلع باكيت فيها سورس اي في ودستيليشن اي في ومشعار لا الارب جاي تحت النتورك لير يعني اذا اذا يعني اللوكيشن تبعه يعني لاحظوا هون الائي سي ام بي والا جي ام بي لما بترسل فوق الائي بي زي كأنه زي تي سي بي ويو دي بي بي استخدم السيرفيسيز تبعت الائي بي هسا الارب جاي تحت الائي بي صح وجزء من النتورك لير بس وين ترتيبه بموقعه زي بيقوله بالكود بتاعت الائي بي ففعليا الائي بي لاير هي بتستخدم سيرفيسيز تبعت الارب الارب بيستخدم سيرفيسيز تبعت مين مباشرة بيعمل مباشرة بيعمل الريكوست والريبلاي تبعته بايش بفريم ما في سورس اي بي ودستيليشن اي بي مش عارش عشان هيك بجوز هاد السلايد بس يورجين الفكرة هاي يعني كداتا كداتا ريكوست داتا حط البدك اياه فيها بحدد اي بيز وكذا ما عشان هيك هو جزء من النتورك لير يعني بقدر الو اكسس يشوف الفاليوز هاي بس هو ما الو علاقة يطلع اي بي باكت بحيث انها فيها سورس اي بي الهيدر تبع الاي بي ما بتطلع باكت بالطريقة تمام طيب خلينا شوف مثال وبجوز هاد تكمدعه تكمدع الفكرة كنت احكي بيها طب انا الارب متى بستخدمه لما بدي اعرف شو الفيزيكال ادرس فور سام لوجيكال ادرس تمام تمام الارب السكوب تبعه الوكال نتورك يعني مثلا انا نتورك الان بالجامعة بدي اعرف الفيزيكال ادرس للاب لجهاز بصموير بلاب معي عن نفس نتورك بس مش مطلوب مني اعرف الفيزيكال ادرس تبع جهاز موجود بجامعة اليارب موك ليش؟ لانه هذا الجهاز برا نتورك تبعه الارب بيشتغل لوكالي هسا هنشوف في كيسز بتاع اربعة كيسز اللي هم فعليا كيف الارب يشتغل يعني اربعة كيسز بيحلهم بلاقي الجواب بس فعليا كل الاربعة كيسز بتمكونوا كيسز السائل والمسؤول بنفس اللان طب لع كيف انا هسا لو بدي اودي باكيت مثلا مع جوجل وين دور الارب؟ هسا بنحكي عنها واحد واحد اعجي؟ اذا الارب اوبراشن انا عندي سيستيم ايه بدي اودي باكيت لسيستيم بي مثالنا هون سيستيم ايه وسيستيم بي على نفس النتورك على نفس اللان فشو بيجيب ودي سيستيم ايه؟ Looking for physical address اذا هو عارف او عارف ال IP version for address احنا بامثلتنا هتكون عشان يكون يعني بالامثلة بنحكي IP version 4 وماك ادرس انا معي ال IP address مثلا 141,23,56,23 شو ها؟ التبع مين؟ Destination طب السورس IP والسورس ماك اللي ايه لي؟ عارفهم عارف معلوماتي Destination IP معروف منين جه؟ تبع مينة على ال Http على البراوزر انت كتبت www.just.j.jo راحت بالDNS رجعت لي هذا ال IP اللي يجب تروح عليه صح؟ إذا قبل ما تصل انت النتورك انت عارف destination IP وانت عم بيتجهز حالك بالنتورك layer تطلع packet packet data graph شو السورس IP اللي إليه شو destination IP تبع ال destination اللي انت بتقول يروح عليه الweb server ولا جوجل ولا يوتيوب ولا واتفر إذا أنا عارف السورس IP destination IP طيب إذا أنا بدي أنقل البكت الآن بس عشان أنقل البكت physically ننقلها from point to next point والnext point هاي لازم تكون directly connected معي هون بيّنت وضحت ليش دائما لازم تكون في عندي default gateway صح؟ بجوز شوية أنا سبقت السلايد بس خلينا عن فكرة هاي in general متجريد هاي ماشي؟ الـ physical address شو بروح request الـ ARP مكون من two operations request reply الـ request شو بيكون فيه؟ بدي الـ physical address تبع الـ IP address لفلاني الـ reply شو بيكون فيه؟ الماك address أو الـ physical address تبع الـ IP لفلاني هايوا انتهى خلاص خلاص دور الـ ARP one request one reply طيب مين اللي لازم يجاوب الـ request؟ صاحب العلاقة مشان هيك بحط الـ IP address بالـ data portion تبع الـ request كـ data بحطه بالـ data بقول أنا الـ IP address هاي اللي فلاني قل لي شو الـ MAC address أو الـ physical address اللي إله طيب كيف الـ packet تتصله؟ broadcast نسميه physical broadcast أو نسموه hardware broadcast لأنه على مستوى ما في تحط لي 255 destination كله 255 ما فيش packet ما فيش IP datagram طالعه اللي قاعد بطلع شو؟ frame ARP request as a payload of frame 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 فيه source destination MAC أو source address physical address destination كيف يكون الـ destination كله broadcast كله F F F F F واضحة هاي؟ إذن عشان هيك وهاي الـ domain تبحها نسميه domain لا locally الـ router لما تيجي باكت برودكاست بعملها وخلصنا هنعجق الـ Internet كل واحد يعمل برودكاست كل الـ packet ستطلع وتروح وتيجي مشكلة صح؟ عشان هيك منقول دائما إنه لازم الـ next physical destination تبعك يكون directly connected معك ليش؟ علشان يسمع request اللي هو الـ broadcast طبعا هذا الحكي هون في big assumption إنه اللان تبعتك فيها برودكاست تكنولوجي فيه لانز زي point to point فيها ش برودكاست؟ ما فيش داعي أصلا لبرودكاست؟ نحن هون نحكي عن physical أو خلص نسميه hardware broadcast يعني it is supported by hardware the broadcast you can broadcast المسيج طبعا البرودكاست هاي بتروح لمين؟ الـ switch والـ switch مشوف الـ destination كله F F F F F تعملها broadcast ع كل الـ output port تعرفوا كيف خطوا كيف بيشتغل وصير يسجل يسجل إنه الماك هذا على الـ port هذا وهكذا طيب وصلت الباكت لـ system B ووصلت لـ system X, Y و Z شو بساوي system X, Y و Z؟ ليش عملوا لها drop؟ هسا الباكت وصلت النود خلص نسميه النود عملت بروسسنج النود عملت بروسسنج بروسسنج شو هاذ؟ هاذ our request كلهم النود كلهم عرفوا إنه هاذ our request مين النود اللي لازم ترد؟ النود اللي أنا سائل إنها من تملك الـ IP هاذ؟ أنا بالـ request أكون حاط الـ IP اللي بد يرد علي فكل واحد يصير تقارن الـ IP هاذ أنا إلي لا مش أنا المطلوب مفروضة جاوب مش أنا المفروضة جاوب حتى يصل طبعا هي وصلت حتى الـ system P بيقول أوه هذا بسأل عن الـ IP بسأل عن الماك أو الـ physical address اللي إلي لأنه مقداري الـ IP هاذا يرد فشو برجع؟ برد إنه هاذ الـ physical address تبعي كيف برد؟ يوني كاست طب ليش يوني كاست؟ لأنه الـ request لما طلع جماعة ماشي الـ frame فيه source mac destination mac destination mac كله ones شو source mac؟ إلي فلما وصلت الـ packet أو لو ما وصل الـ frame عشان يكون دقيقي لما وصل الـ frame لـ system P فيهو source mac بيستخدمه كـ destination عشان يرد طبعا بعبي الـ data هو كمان الـ data source mac بحط الماك اللي إله أنت فعليا حتلاقي source mac حتلاقي الجواب نفسه بالـ reply تبعا اللي هو الـ ARP تمام؟ فهاي this is the idea this is the idea طيب المرة الجاي نحكي عن الـ ARP packet وشوف بالضبط شو بتعمل كل واحدة من هذو اللي هو الـ 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 اللي هو الـ